أسبوع الألام طبعاً والنهاردة بيطلق عليه أربع أيوب أربع أيوب يمكن بيقال إن تسميته ممكن تكون لسببين لأنه بيقرأ في هذا اليوم سفر أيوب وكله قصة ألم والحاجة الثانية إنه ممكن برضو للرموز اللي بيرمز بها أيوب الصديق في ألامه للمسيح وهي كثيرة أيوب تعرض لألامة فوق الوصف وكان رجل كامل مستقيم وكذلك المسيح طبعاً تعرض لنفس الألام شديدة جداً أيضاً يعني طبعاً مع الفارق بالتأكيد في التجربة التي تعرض لها أيوب بالنسبة للحسد الشيطان وكذلك حدثت ألام المسيح طبعاً بإعاز من الشيطان اللي دخل في قلب يهوزة واللي دخل في قلوب باقي أعدائه أيوب يعني كمان جرحة من أصحابه التلاتة والمسيح جرحة في بيت أحبائي تجربة أيوب انتهت بالخير وردى له الله كل ما كان له ضعفاً السيد المسيح انتهى صلبه وموته بالقيامة المجيدة وبخلاص العالم كله ونحن نذكر ألام المسيح وألام أيوب الصديق نتعزى في كل ألم ونعزي الآخرين أيضاً بالنسبة لقبلة يهوزة بقى لأنه إحنا غداً هيكون خميس العهد اللي هي بيشتهر طبعاً بقبلة يهوزة اللي سلم بيها المسيح ففيه طقس برضو أو يعني تقليد في الكنيسة بيمنع القبلات على اعتبار إلى أن تنتهي إلى الانتهاء من خدمة قدس سبت الفرح ولأن القبلة في هذا الوقت بتعتبر قبلة خيانة وبالنسبة طبعاً لبردو الأكل في الأيام دي فيه ناس كتير بيحبوا أن هما يتناولوا الفريك أو ممكن برضو بيكون فيه استحمام بنبات الرعرع المعطر وبيسموه رعرع أيوب ده بالنسبة اليوم الأربع وكمان طبعاً يعني القصة الرعرع دي لها علاقة برضو ببعض المعتقدات أنه كان ساعد في شفاء أيوب من الأمراض غداً زي مولت لحضراتكم خميس العهد ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وهو الغسل في يسوع أرجل التلاميذ ووعز فيهم بأنهم أن يحبوا بعضهم بعضاً وكمان كان فيه موضوع طبعاً التناول وأن احنا نصنع هذا لنتذكر المسيح عشان كده بيسموه العشاء السري وكمان كان فيه موضوع غسيل الأرجل ده ليه علاقة بأنه بيكون في يوم الخميس العهد صلوات اللقان اللي فيها غسل الأرجل لكل الموجودين في الكنيسة الكبتال الأرثوذكسية وأيضاً كان الخميس اللي فات كان طبعاً البابا فرانسيس قام بهذا التقليد أيضاً بالنسبة للبابا تودرس هيترقص خميس العهد من دير ماري مينا بغرب الأسكندرية بمنطقة كانج ماريوت وهيكون طبعاً معايا لفيف من الأسقفة والكهنة والرهبان وعلى رأسهم الأنبة كيرولوس أفا مينا والأنبة أرمية الأسقف العام بعدها الجمعة العظيمة بعد غد وده طبعاً بيعتبر احتفال وعطلة رسمية بالنسبة لمصر ومعظم دول العالم بيكون طبعاً بيتاخد صلوات الكنيسة كلها بتمر مع كل الساعات اللي كان فيها محاكمة المسيح إلى صلبة ودفنة وبيكون في آخر طبعاً حاجة في الكنيسة الأرثوذكسية بيكون زي يعني تمثلية الدفن اللي بيكون بعد كده في ليلة القيامة بيكون فتح هذه الصورة اللي بتدفن مع حنوط وورود يعني نسبة إلى دفن المسيح برضو ناس كتير بتكون صايمة طبعاً انقطاعي في هذا اليوم وأول حاجة بيكون الناس بياخدوها بيكون خل قليل من الخل بإشارة لأنه لما المسيح كان عايز يشرب الحراس الدولو شرب يعني كانت قطنة فيها ميا مغمورة في خل والفول النابت والطعمية هي طبعاً الأكلات الشهيرة في هذا اليوم لكن أهم من كل ده أن احنا طبعاً بنعيش هذه الأيام رحلة الآلام وصلب المسيح إلى أن نحتفل ليلة السبت إن شاء الله أو يعني زي بنقول ليلة الحد اللي هو قيامة المسيح من الأموات إحنا اليوم الجمعة مش هنكون معيكو يعني مش هنكون في حلقة لكن هتكون طبعاً في قناة كلها بتكون يعني ترانيم وعزات وتأملات كثيرة جداً عن رحلة الصلب وعن الجمعة العظيمة جمعة صلب المسيح في الكنيسة الأرسوسكسية بيكون في لحن مهم جداً اللي هو سوكتة جوم أو لكالكو والمجد اللي هو اللحن اللي بيميز هذه الفترة بالنسبة لأسبوع الألم سوكتة جوم نبئهم نفد اسمو نبئ أمي شرائل أمين لكال قوة والماك والبركات والعيسات فينا الأبض أمين عما نور ومالكنا كل سنة وحضراتكم طيبين ويكون إن شاء الله أيام سعيدة عليكم جميعاً وأكيد هنلقاكم بإذن الله بعد العيد هيكون يوم الاثنين شم النسيم والعارفين طبعاً إنه بالنسبة لسبت النور بيكون فيه الكنيسة القيامة عند قبر المسيح بيكون فيه كلنا بننتظر انبعاث النور المقدس وبيكون فيه ازدحام شديد جداً وكثيرين من الزوار من كافة الجنسيات بيتوافدوا على كنيسة القيامة ويعني في انتظار انبساق النور المقدس كل سنة وحضراتكم طيبين برضو طبعاً ما ننساش إنه الخميس 25 يناير ده بتناسب مع أو يعني بنحتفل أيضاً في مصر بذكرى تحرير سيناء وطبعاً ده كان بعد ما استردت في مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها وفقاً لمعاهدة كامب ديفيد وتم استرداد كامل أرض سيناء مع عدم مدينة طبل استردت لاحقاً بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 وطبعاً 25 أبريل عفواً 25 أبريل طبعاً بكرة وهو الاحتفال بعيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني بارك على مصر على طابة وهي تعتبر آخر بقعة اللي تم تحريرها في من الأرض المصرية زي ما قلنا 15 مارس عام 1989 والرئيس السيسي كان النهاردة زار النصب التسكيري بمناسبة الاحتفالات بالنسبة لعيد تحرير سيناء وطبعاً القوات المسلحة هنأت الرئيس بالذكرى السبع والتلاتين لتحرير سيناء وكالمعتاد بالنسبة للمناسبات التاريخية والسياسية الهامة في مصر بيكون فيه إفراج عن سجناء فتم الإفراج عن 3094 سجين بموجب عفو رئاسي كل سنة حضراتكم طيبين ويرب دايماً كل أيامنا أعياد واحتفالات ولا ننسى طبعاً هذه الأيام المقدسة أيام طبعاً أسبوع الآلم ترجمة نانسي قنقر